موسيقى خرج وزراء الخارجية الثلاث لدول جوار ليبيا في اجتماعهم بالجزائر ببيان لدعم التسوية السياسية بليبيا في إطار خطة أممية خاصة مع إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن وهذا للخروج من المرحلة الانتقالية وحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 2011 مشاهدين أهلا بكم نتوقف عند هذا المشهد لنناقشه من زويتين ما الذي يعرق الإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بليبيا؟ وما هي مفاتيح الخروج من المرحلة الانتقالية؟ تقرير وليد برزاح يضع الموضوع في سياقه ثم نفتح نقاش جولة مشاورة أخرى في الجزائر لدول جوار ليبيا لتذليل العقبات أمام تسوية سياسية للأزمة الليبية توافق جديد بين وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر لتجسيد خطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة ووضعها حيز التنفيذ في مقدمتها التسريع لانتخابات رئاسية وتشريعية مع مواصلة التنسيق الأمني مع الدول الثلاث التحرك الجزائر التونسي المصري يأتي بعد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأزمة في ليبيا بعد بروز رغبة قوية لتجديد المشهد السياسي الليبي بمؤسسات أكثر انتظاماً مع توحيد القيادة السياسية والعسكرية فمن الواضح لدول الجوار أن تعدد مسارات التسوية بات يربك طريق الحل ويعمق هوة الانقسامات الداخلية الليبية والخروج من نفق المرحلة الانتقالية مرهون بإعداد بيئة مواتية للتسريع لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري كما ينص عليه الاتفاق السياسي بسخيرات في ديسمبر 2015 فالوضع لا يحتمل مزيداً من التأخير خاصة في ظل تدهور الوضع الأمني بشرق وجنوب ليبيا بعد شن قوات الماريشال خليفة حفتر هجوماً على عناصر وصفها بالإرهابية تتحصن في مدينة درنا بيان الاجتماع الوزار الثلاثي بنقاته الأحد عشر يتمسك بإرساء مصالحة وطنية شاملة بين مختلف الفرقاء السياسيين في ليبيا فهل يعلو الصوت الانتخابي ليسكت صوت الرصاص في شوارع ليبيا أهلاً بكم ولمناقشة الموضوع أرحب بالأستاذ اسماعيل معرف خبير في شؤون الاستراتيجية أهلاً بكم أهلاً أستاذ شكراً على قبولكم الدعوة كما أسعد باستضافة الأستاذ فاتح خننو أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية شكراً أرحب بضيفي الكريمين وأبدأ معك أستاذ اسماعيل معرف من بين ما جاءت به خارطة الطريق التي اقترحها المدعوث الأممي غسان سلامة هو تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية هل برأيكم هناك حقاً إمكانية للوصول إلى مثل هذه الانتخابات اليوم؟ ممكن وغير ممكن أولاً مطلب إجراء الانتخابات هو مطلب كل الليبيين تقريباً على اختلاف مشاربهم السياسية وأيضاً مطلب المجتمع الدولي لأنه لا بد أن يكون هناك استقرار داخل هذا البلد لأن المنطقة إذا استمرت بهذا الوضع إلى غدال ممكن أن ندخل في أتون حرب أهلية لن تبقى في ليبيا بل ستستمر إلى كل سترامس كل الحدود مع ليبيا لكن ماذا تنظم لحد الآن؟ الإمكانية أستاذة في رأيي بأنه صعبة صعبة في ظل أولاً الفرقاء السياسيين من الخارج ليسوا من الداخل لأن المشكلة في ليبيا ليس من ربما الذي يطرح بحدة ليس أطراف الداخل أطراف الخارج هؤلاء الذين ربما يؤدي جون وديهم استراتيجيات وديهم أيضاً أهداف وراء هذا التوتر الموجود داخل ليبيا وهذا أيضاً حالة التعفن السياسي الموجودة ولكن في اعتقادي أيضاً بأنه يمكن العملية الانتخابية أستاذة ليست من الأمر الهيين وأعتقد أنه ربما سنذهب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تحت صوت الرصص وأحسن من أن لا تكون هذه الانتخابات لكن تعلمون أنه حتى من الداخل قلتم أنه هناك أطراف سعرق لمن الخارج لكن حتى من الداخل هناك انقسامات هناك حرب زعامات هناك تدهور للوضع الأمني لكن تعرفي بأن لما قلت بأنه من الخارج أكثر من الداخل لأنه من الخارج هؤلاء يتحكمون لأنه ريموت كونترول أو بسمه الجهاز تحكم بالنسبة لهذه الأطراف الداخلية يمجد من الخارج تعرفي بأن قطر تلعب دور تركيا تلعب دور إيران تلعب دور الولايات تحدثين الأمريكية تلعب دور مصر تلعب دور الجزيرة تلعب دور أيضا فرنسا تلعب دور وهذه الأدوار كلها تدخل للحلبة السياسية لتجعل الفرقاء السياسيين ينتظرون دائما الهاتف من الخارج وبتري أنه لا نتكلم عن الفرقاء الداخلية بقدر من تكلم من يتحكم في هؤلاء طيب ماذا عن الفرقاء الداخلية برأيكم اعتقدي بأنه مثل ما ذكر الأستاذ اسماعيل مارا فهي فرق ليبيين يتغذون من أجندات إقليمية ثلاث قوى مركزية داخل المشهد الليبي عقيلة وفيز السراج والمشير خليفة حفتر ثلاث قوى مركزية داخل ليبي تتغذى من أجندات إقليمية ودولية وليست هي التي تعرق للمصار أطراف خارجية هل ما تقصدون الآن ليبيا هي قضية دولية ورست قضية محلية أصبحت قضية دولية هي قضية دولية لأنها بالمفهوم جيوستراتيجي بمفهوم جيو بوليتيك هي كعكاء استراتيجية امتدادها على المتوسط على نحو الفين كيلومتر الغاز الصخري الثالث عالميا النفط الثالث عالميا أيضا فهذا مهم للطاقات المتجددية كل هذه المميزات جيوستراتيجية تضع ليبيا محل اهتمام غربي دولي وإقليمي وإذا حل الأزمة ليس فقط بيد الليبيين هذا ما يمكن صحيح هذا أمر مؤكد مؤكد جدا والعمر يتعلق أيضا بعدم حسم تقسيم هذه الكعكاء الاستراتيجية لذلك البحث عن أي عملية سياسية الآن في هذا التوقيت اللحظي سوف تكون مآلاتها الفشل لأن الحسم لم يأتي على مستوى التقسيم ماذا تحوي ليبيا من ثروات لكن نريد أن نفهم أكثر أستاذ اسماعي المعرف ما الفائدة من حرمان ليبيا من مؤسساتها الدستورية ما الفائدة من هذه العرقلة أقول أن مش المجتمع الدولي الذي حرم ليبيا من المساسات هذه الأطراف التي تتكلمون عنها لا تاريخيا تاريخيا لأن ليبيا تقريبا ما زال فكرة القبيلة موجود لأن فكرة معمر القذافي أنا شخصيا دائما حضور في القنوات الليبية الآن ودايما يطرح لي نفس السؤال هل بيمكان الذي عاش لفترات طويلة في الحكم القبلي وحكم العشائري أو مسمى بالجماهير واللجان الشعبية إلى غذلك أن يتحول من عشاء والضحاء إلى العمل السياسي والحزبي وأن تبني مؤسسات هذه تحتاج إلى وقت وأعتقد أن المجتمع الدولي الآن ليس هنا ليبيا ليست أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي للفاعلين موظمين القرار في المجتمع الدولي حتى في مجل الأمن صراحة تعيين أستاذ سلامة في رأي تعيين جدي لأن هذا الرجل في أول حوار لم يقل مثل الذين سبقوه بأننا جئنا لكي نبحث في كذا نبحث كذا قال جئت لي أستمع كيف نخرج من هذه الأزمة في أزمة وهذه الأزمة ليست بسيطة وتحتاج وقت تحتاج شيئا ما ألو لأن اليوم أولا الاقتصاد الليبي يسجل أضعف معدلات بالنسبة لتاريخ ليبيا تقريبا أيضا هناك مشاكل اجتماعية كثيرة وأيضا وهذا مهم جدا هو الانفلاتات الأمنية بسبب أيضا التدخلات الخارجية إلى غدايك ثم في نقطة مهمة جدا أنه ليبيا أصبحت بوصلة بين بلدين في المنطقة يلعبان يلعبان صراحة على استقرارهم بليبيا أتكلم على مصر وأتكلم أيضا من الجهة الأخرى على الجزيرة لماذا لي أنه المشكلة هو أنه أي خلخلة وأي ربما عويجاجات إلى غدايك النيران لن تقف داخل ليبيا بل تخرج وأنا أتصور بأنه في البداية مصر السيسي كانت مع الحل العسكري وأرادت أن تستنسخ تجربة السيسي الماريشال السيسي في الماريشال حفتر في ليبيا الجزيرة كانت ترفض هذه الفكرة وأيضا في كثير من المجتمع الدولي كان يرفضون فكرة الحل العسكري وضرورة تغريب الحل السياسي ولكن أنا شخصيا كنت في تلك الفترة في إحدى القنوات الليبيا لابد من أن نجمع بين الحلين يعني شوية حل سياسي ولكن أيضا شوية حل العسكري لابد بأن تكون هناك قصف مركز نوعي من القوات الحلفة الأطلسي أو القوات التي تشكل داخل المتحدة لكي ربما تقرر الاستقرار إذا أردك من هذا الطريقة يمكن أطخور الفرقة أن يشعبون بين هناك كثير ممكن أن يذهبون إلى الحل السياسي وأنا فكرة أستاذة الحل السياسي الآن أصبح ضرورة ضرورة حتى ربما إمكانية تحقيق ربما نتائج إيجابي من هذا الحل السياسي ممكن لا يكون فيها ربما نسبة النجاح 60 أو 65% أو حتى 50% ولكن لابد أن نذهب إلى الحل السياسي هل هناك اليوم تخوف أطراف معينة من الدخول في هذه العملية الانتخابية وربما الانهزان كل الأطراف ترفض هذه العملية الانتخابية لماذا؟ تتخوف منها تتخوف من الانهزان لماذا؟ العملية الانتخابية كشان اتفاق الصخيرات اتفاق الصخيرات وضعته الأمم المتحدة لتسريع العملية السياسية في ليبيا لأن تقول بعنوان بأنها تفعل شيء لليبيا وهي لم تفعل ذلك نفس الإشكال الآن الخط التي يطرحها أعصان سلامة أعصان سلامة يقول أنه لا يمكن الدخول في العملية الانتخابية بدون تعديل اتفاق الصخيرات هو يقترح تعديل أستاذ نعاود نتكلم بعد ما يتكلم الأستاذ لا قبل ما يتكلم الأستاذ نعاود تفضل المنطق ماذا يقول يقول نبني الدستور لنحق به الانتخابات والديمقراطية الأغاستان سلامة يريد أن ينطرق من العكس وإقرار دستور جديد الدستور مهم لأنه العقد الذي سوف يجمع كل الأطراف الليبية المجتمع الليبي هو ليس مجتمع سهل مجتمع قابلي انطر البرجي القبيلة أقوى من الجيش وأقوى من المؤسسة ينبغي أن نفهم هذه المعطاية أيضا ماذا يريد غسان سلامة غسان سلامة لديه دفع من فرنسا ماكرا ماكرا يريد أن يحسم الحل السياسي في هذا التوقيت وأن يقوم بإعمال انتخابات لأنه يبحث عن الاستقرار لماذا يبحث ماكرا عن الاستقرار لأنه 37% من صفقات النفط الموجودة في ليبيا حسمتها شركة التوتار الفرنسية دوافع اقتصادية يعني الكل الذي يتصارع اليوم في ليبيا مثل ما قلت لك هو مصلحة في ذلك أكيد ليس فقط مصلحة في مفهوم الكعكة الاستراتيجية كيف سنقسم هذه الكعكة الاستراتيجية لأن هناك فراغ لأنه ليس هناك مواسسات أنا نعود نرجع فقط لاتفاق سخيرات كثير لسمبر 2005 أكيد أكيد لأنه كيف جاء الاتفاق سخيرات جاء بعد أن كان هناك اتفاق في الجزيرة والمغرب دخل كلاعب غير أساسي في اللعبة لماذا لأنه عندما نتكلم عنه دخل أم أدخل لا دخل دخل هو أرد أن يقع من نفسه المغربية تراجعت كثيرا في إفريقيا هذا ليس موضوعنا على كل حال لا لا تراجعت كنت في إفريقيا وهذا التراجعات إلى غد جعلها نوع الماء بالنسبة للمجتمع الدولي لا يثق في الدبلوماسيتها فكانت عندها ضربة استباقية وهي أنها دعت الأطراف المتناحرة والمتنازعة إلى الاتفاق الصخيرات هذا الاتفاق الصخيرات أراد أن يشوش على العملية التي بدأت في الجزيرة ووصلت نوع الماء إلى نوع من النجاح والطرف المصري الذي كان متردد والذي كان أيضا خابل الطرف الحل السياسي قابل ونات سورف تلك الأيام كان الكبير كيسينكر قال كلام جميل قال بأنه يمكن لو تتواصل العملية اللي بدأت في الجزائر يمكن لها تفضي إلى حلمة في ليبيا هذا الشيء ربما أقلق الاستراتيجية والديبلوماسية المغربية تصرفت بهذا التصرف بتلتفاق الصخيرات بعدها بعض الأطراف مثلا فرنسا إلى غدايك عرفت بأنه لو اللعبة الجزائرية تنجح لأنها كانت مدعومة من الأمريكان ممكن فرنسا التي تعتبر كومونديرج البريكاري يعني حديقة خلفية لها المنطقة إلى غدايك ستنسح بهذا المنطقة وتأول مباشرة إلى الأمريكان وسيحصلوا على الاستثمارات إلى غدايك فرنسا أخلطت الأوراق وقابلت بالشيء الذي كان ينقله المغربي إلى غدايك ونجحت المغرب في أنها تشوش أتفاق الصخيرات لدرجة أنه أصبحت أتفاق الصخيرات نوعا ما مرجع أكثر من اليوم أنتم مع تعديل أتفاق الصخيرات إقرار دستور جديد وطبعا عقد مؤتمر وطني للمصالحة هذا يعني أشياء أساسية قبل أن نخر في العملية وربما تكون هذه المراحل الثلاثة والأربع التي ذكرتها غير كافية لوضع ليبيا في حالة استقرار ثابت نعم سنعود إلى ذلك في أكثر تفصيل في الجزء الثاني ونريد أن نعرف ما جدوى هذه الانتخابات اليوم في ظل الانقسامات الحالية بالمفهوم بالمفهوم ليس لديها جدوى هي محاولة لتسرير حل سياسي معين تسرير حل سياسي في ظل مشهد مرتبك داخل ليبيا مشهد غير متوزن قوات تتصارى في ظل منادات المبعوث الأمم غسان سلامة ومعه بعض القوى إلى إعمال انتخابات تشريعي ورئاسية المشهد خليفة حفتر في درنا يحارب الإرهابين هناك هنا تفهمي القوى كيف تتصارى مراكز الصراع داخل ليبيا من أين ننطلق حتى نحق هذه العملية الانتخابية ننطلق أولا من إعمال دستور كعقد يجمع كل الأطراف وبإجراء تعديلات على مستوى اتفاق صخيرة أو بناء اتفاق جديد ترضى عليه كل الأطراف المتصريعة داخل ليبيا ثم ننتقل إلى المرحلة الثلاث التي من خلالها ترفع كل القوى الأجنبية الإقليمية والدولية يدها على الأزمة الليبية لنصل إلى ليبيا مستقرة دون هذه المراحل الثلاث وأهم عامل في هذا الموضوع هو رفع الأياد الأجنبية حول ليبيا دون هذه المراحل الثلاث وهذا العام المهم لم نرى استقرار لليبيا مهما تكلمنا حتى وضعت الانتخابات عنوة يعني فارضتها الولايات المتحدة الأمريكا وفرنسا والسلامة أو الهيئة الأممية فإنها سوف تؤدي إلى إنتاج نفس الفوضى الموجودة دير انتخابات شرعية ورئاسية ولكن الفوضى تبقى في ليبيا لماذا؟ أستاذ معرف مردتم أن توضع أكيد لا أولا أنت طرحت سؤال جرح صراحة ما الفائدة من الانتخابات تعرفي في علم الأزمات في علم الأزمات عندما تتعقد الأمور في أي أزمة إلى غدال هل هيك أن تبادل بشيء؟ بدل من أن تلعنش الظلام إيش على الشمعة؟ فلابد أننا ندفع بالمجتمع الليبي على أن يدخل أفاق الأمل أفاق حل بدون هذا أنا قلت لك في البداية بأن الانتخابات بكل المعايير لن تكون إيجابية ولن تقدم شيء ولكن لابد من هذا الانتخابات حتى يعرف المجتمع الليبي بأن طريق الخروج من النفق يبدأ بهذه الخطوة قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة وهذا بس نناقشه في الجزء الثاني مفاتيح الخروج من هذه المرحلة فاصل ولا نعوده جديد في خلف المشهد ونناقش في جزئه الثاني مفاتيح الخروج من المرحلة الانتقالية التي تعيشها ليبيا خاصة مع مرور قرابة السنة من استلام غسان سلامة الملف نتابع هذا العرض ثم نعود للنقاش أعود إليك أستاذ فتح خننو طبعاً دول جوار ليبيا وعلى رأسها الجزائر ترى أنه تعدد المصارات أو مصارات الحل أطال من هذه الفترة التي هي فيها ليبيا فترة المرحلة الانتقالية هل ما يقوم به اليوم غسان سلامة يوحد مصار الحل برأيكم؟ هذا الخطة غير متفاعل بها يطلع لماذا؟ لماذا أطالع البارحة تصريح حفتر على ضوء تدخل جيشه في درنا حفتر انتقد كل الأوضاع الموجودة في ليبيا وانتقد كل الفرقاء السياسيين وانتقد كل الوضع السياسي داخل ليبيا ما هو موجود اليوم في ليبيا هو صراع القوة كل قوة تريد أن تسيطر على قوة ولا تبحث عن التوافق هذه الإشكالية المركزية القوة الثلاثة المتسرعة في ليبيا لا تبحث عن توافق وإنما تبحث عن كسر عظام من يتفوق في الموضوع الليبي ليقود ليبيا في المستقبل أولا حفتر يشتغل على هذا الموضوع بالقوة العسكرية حفتر في تصوره مع مجموعة القوى الإقليمية التي تدعمه بالمناسبة هو أصبح شخص محل اهتمام كثير من القوى المتسرعة على ليبيا محل اهتمام فرنسي روسي أمريكي أوروبي أيضا وإقليمي مع الإمارات ومصر مرحلة كسر العظام في ليبيا لإعمال حل عسكري يقوم على أساس القضاء الجماعات الإرهابية هو المنطلق الجديد الذي تبحث عنه القوى المركزية التي يقوم بها حفتر مشروع غسان سلامة الذي يتغطى من ورائه ماكرو اعتقد بأنه حلوله أو مآلاته نجاح سوف تكون ضائلة جدا إلا أن تكون معدومة لماذا؟ ذكرت مثلا الإقليم القوى المجورة للإقليم عندك الجزائر على حدود 7000 كم الجزائر بقوةها العسكرية بقوةها دبلوماسية وإعمالها للحلول السياسية السلمية تستطيع أن تدافع عن نفسها في هذا الموضوع عندك الجهة الغربية 1700 كم على الحدود المصرية السيسي ومعهر الإمارات عندهم توجه مغايرتها تماما عندهم توجه عسكري ما يقوم به حفتر اليوم هو من دعم مصر إمارات لطرد الإرهابين الموجودين في دارنا حتى الأجندات الإقليمية الموجودة في ليبيا هي أجندات متناقضة ومختلفة ومن ثم إعمال أي حل سياسي سياسي سلمي في كل التجارب المقارنة يأتي عن بسط القوة العسكرية وهذا ما يبحث عنه حفتر في ليبيا يريد أن يبحث أن يبسط قوته العسكرية ليجر الجميع إلى طاولة المنفاوضات أو يجر الجميع إلى طاولة الحل السياسي السلمي أريد أن نشرح أكثر ثقل دور دول الجوار في إيجاد الحل نهائي لهذه الأزمة في ظل التشويش الحاصل تعلمون أنه كان هناك مؤتمر للفصائل الإسلامية الليبيا إنعقدها في العصمة السينيغالية داكار برعاية مؤسف برازابيل ما رأيكم؟ كيف يمكن أنا تابعت المؤتمر وعلقتها له أولا أنه هو المشكلة الموجودة داخل ليبيا الحلقة المفقودة هو أنه الخارج والداخل لا يريدون أن يكون هناك نظام إسلامي في ليبيا يخافون أن تكون قيادة يستمع تقود ليبيا الخوف من أن تجارب عربية موجودة في الجزائر في المصر في كثير عندما تركها الخيار الحر فازت هذه التنظيمات إلى غدر هل رتبا بدور فرنسي؟ مؤتمر برازابيل؟ لا مش من لا أنا أقول يمكن دور إيراني دور تركي هم اللي وراء هذه التنظيمات وأعتقد أنه لما حتى تسمعي عبد الحاكم بالحاش اللي كان حواره واضح في القناة الفرنسي كانت تكلم قال بأنه يمكن رفض أن يكون هناك فيصل إسلامي يشارك في العملية السياسية إلى غدر هذا أحد أسباب إنهيار أي عملية سلمية وإن الحجل ربما أنا معجب بالورقة الطريق اللي قدمها غسان سلمة ما كان يكون أستاذ دكتور ولكن عندي يعني ما أخذ على هذا الورقة منها أنه يريد صراحة أن يذهب إلى نوع من النظام العلماني الذي ينبغي بالنهاية المآل أن تصل إليه الدولة الليبية مع العلم بأنه كل الفلقة السياسيين الآن الذين تحكمون يعني تحكمون الميليشيات إلى غدر لديها مرجعية دينية وبتلي أنك عندما تريد أن توقف صوت الرصاص فعليك أيضا أن تتعامل مع هؤلاء بتوافق من البراجماتية يعني نفس الفكرة اللي كانت في المصالحة في الجزائر فلابد أن يكون هناك بعض من العقلاء من التيار هل هناك اليوم حظوظ للتوافق بين المجلس الرئاسي برلمان طبرق وخليفة حفتر هل هناك حظوظ أنا في رأي الاستعدامية في رأي متابع كثير في القنوات الليبية يعرضوني فدائما نقول بأنه في أمل تعفيني ماذا أمل لأنه الآن يكاد ينهار وبالتالي أنه حتى هؤلاء الذين يختلفون مختلفات جذرية أعتقد أنهم ضرورة أنهم سيتفقون يوم ما وأيضا الأطراف الأجنبية التي مثل ما كان يقول قبيل الدكتور بأنها لديها مصالح في النفط مدى استثمارات طقات المرجدية لغاديك أيضا لديها مصالح بأنه لابد أن تتوقف هذه اللبوربية هذه المستنقعة الليبي لابد أن يتوقف لماذا أنه أنا ربما نختلف مع الأستاذ أن الجزائر غير قادرة على أنها تحمي سبعالاف كيلومتر موربع مصر غير قادرة على أن تحمي كذلك وبالتالي أنه الجهود الموجودة الآن هي ليست جهود من أجل استذباب واستقرار ليبيا فقط ولكن أيضا استقرار أمن البلدين وهذا التقارب المصري الجزائري ليس تقارب من أجل سوادعيون أو قصة حب في عشهر عزل لا 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 مصالح برغماتية فيه الآن مصالح في لعبة وفيه أيضا أستاذ أطراف إقليمية من خارج المنطقة إن لم تتدخل الليزائر ومصر وتونس صراحة دخل اللعبة إلى غدية ستجد بأن الإمارات وقطر وتركيا يصبحون هم اللاعبون الأساسيون وبتلعوا في برازافيل الورقة البيانة الختامية الذي كان هو ضرورة نوع من التهديد للمجتمع الدولي لأصحاب اللعبة السياسية وأيضا تحذير من لعبة الأمريكان الذين يريدون أن يضعون داخل المنطقة عسكريور حتى يضمنون الأمن يريدون يلعبون لعبة المرشي الحفتر أستاذ فاتح نتفقون مع الأستاذ معرف هل ترون أن هناك استعداد من طرف خليفة حفتر ومن طرف برلمان تبرق يعني للقبول بما اقترحه الفيز الراج شوفي ما أنا في شوفي لما ندرسه السير الذاتي أو شخصية خليفة حفتر وربما لو شهدت البارحة طبيعة الخطب الذي ألقاه سنقول بأنه حفتر لا يبحث عن حل سياسي في هذا التوقيت أولوية حفتر في هذا التوقيت هو الحصم العسكري واعتقادي بأنه في الأجندة أجندة تفكيره السياسي يتغذى من التفكير الموجود داخل مصر المقاربة الأمنية داخل ليبيا الحصم العسكري المقاربة العسكري داخل ليبيا عندما تربح عسكريا سوف تجر الجميع إلى طاولة المفوضات هذا تفكيره لأنه شخصية هذا تفكيره لكن ما هي المساهمة المنتظرة من طرفه اليوم هو نعم أستاذة لازم نحدد من أين ننطريق وبماذا ننطريق في ليبيا إن المسألة الليبية هي ليست مسألة محلية إنها صراع دولي على كعكة استراتيجية قولي ماذا سوف تفعل أمريكا ماذا تريد فرنسا ماذا تريد توركيا حتى إيران روسيا روسيا أيضا داخلها كلاعب استراتيجي مهم لذلك بيان الوزاري الثلاث كانت فكرة مهمة جيدة نتكلم عليها مع الوزير الخارجية سيد أبل قادر مسألة هو أنه ضرورة رفع لأيدي تدخلات الأجنبية على مستوى ليبيا يعني هم يعلمون بأنه الإشكال المطروح داخل ليبيا هو إشكال تدخل أجنبي أكثر من أنه صراع محلي لأنه ليبيا أستاذ اسم أكلام كده ليبيا قبل 2011 كانت تعيش حتى ولو كانت مجتمع قابريتا كانت تعيش في ذل الاستقرار ما الذي حول ليبيا من 2011 كدولة كانت تعيش في الاستقرار الرغم من كل الإختلات التي كانت موجودة الآن نبحث في مفاتيح الحلول يعني خروض من هذه المحل كيف يمكن الخوض في مصار تسجيل جديد حل واحد هو رفع الأيدي الأجنبية رفع الأيدي الإقليمي والأجنبي والدولي على ليبيا عندما طرف الأيدي مسألة التمويل بالسلاح والتمويل بالمال بالإعلام سوف تجدين بأن الليبيين سوف يجلسون على طاولة دون ما هذا فإننا سوف ندخل في مستقع بعد مستقع وعندك تجربة يمكن أن تقارن بها خذ العراق من 2003 إلى يومين هذا أجروا عشرات الانتخابات هل أدت إلى السيقرة الليبيا؟ لن تعدل السيقرة كيف يمكن الليبيين إنهاء هذه المرحلة؟ هل تعدد المطالات ربما هو الذي يعرفه؟ نعطفا على ما قاله الدكتور شوفي أولا الماريشال عفتر ذهب إلى روسيا واستقبله في الكريب لك وعلى أمل أنه تقنع يقنع روسيا بعدها انقناعت أمريكا بأنه ممكن يكون رجل مرحلة عسكري في المنطقة لكن بوتين قبل الانتخابات قال له نيفر لا يمكن أن نقبل بأن تكون هناك عسكري أنا جاي أستاذ أنا جاي بشرفتك الحلول طيب شوفي لما رجع إلى ليبيا أيقن بأنه مستحيل أن تكون هناك الرغبة التي شعر بها والبساط الأحمر الذي استقبله في واشنطن فكان لابد أن يغير المصار ويقبل أيضا باللعبة ويتحول إلى رجل مطافة للأزمة الموجودة في ليبيا أنا نقول بأنه حلول الأزمة هي ذهاب لها الانتخابات المرلمانية ورئاسية بغض النظر عن جديتها وعن ما يمكن أن تحمل لنا من شيء إيجابي يحلح المشهد داخل ليبيا فيما هي الأجال الضرورية اليوم أنا نقول لك ما فيش أجال تعافي لماذا هناك جدوى الزمني ليس هناك جدوى مصير ليبيا ونقول الآن قال الدكتور أنه لابد أن الأطراف الأجنبية والإقليمية أن ترفع يديها صعب أن ترفع يديها على بلد مثل ليبيا ليبيا قدروا قدروا أن يكون دائما مثل الإيرانيين قدرهم أن يكون مستهدفين من الخارج يعني قدرهم لماذا لأنه ليبيا ليست صومان وريسا جيبوتي يكون لها الإمكانيات والخيرات والموقع الجيوستراتيجي إلى غده وبالتالي أنا نظن بأنه خريطة الطريق غسان سلامي هي الأقرب في رأيي للنجاح وممكن أن تؤدي إلى حل حالة الأمول وفرملت أيضا تردي الأوضاع بهذا الشكل النقطة الأول والثانية مهمة جدا هي أنه أطراف الجزائر ومصر مزيد من التنسيق ومزيد أيضا من التنازلات وعدم لعب ورقة النفاق السياسي والديبلوماسي بمعنى أن فيه سامح شكري يتكلم وعبد قادر بن ساهل يتكلم في وسائل الإعلام وفي المتديات الدبلوماسية ولكن ما يقدم داخل في الميدان للفرقاء الذين تقيدهم الدولتين إلى غده هذا سيؤثر كثيرا على نجاح ورقة غسان سلام طيب أستاذ فتح ننو ما رأيكم هل هناك جدول زمني معين تتفقون مع أستاذ اسماعيل المعرف للخروج من هذه المرحلة الانتقالية لا لا في التوقيت لحظي اعتقادي لا ينبغي في التوقيت لحظي أن نحدد المراحل ترتيب المراحل المرحلة الأولى تكون برفع الأيدي الجنبية على ليبيا المرحلة الثانية هي إعداد وثيقة الدستور مهمة جدا لأن جزء من الاختلافات الموجودة اليوم في عدم وجود الدستور على ماذا نتفق يعني نعطيك مثال مسألة تقنية كيف سوف توزع الدوائر الانتخابية دون وجود الدستور في ليبيا أين هي الأحزاب السياسية التي سوف تؤدي دور في الانتخابات يعني الوضع العام المشهد السياسي الليبي كله مختل النقطة الثانية هي أن نجمع هؤلاء الفرقاء على طاولة بحيث ترفع كل الأيدي الجنبية عن ليبيا لإعمال حل سياسي سلمي ما دون ذلك سوف نعود إلى المربع الأول وما دون ذلك إلى الخراء حتى ولو تم تسريع العملية الانتخابية في هذا التوقيت مثلما فعلوا باتفاق الصخيرات الذي كان عمري التسريع أيضا لحل سياسي سلمي لم يكن ناضج في ليبيا فإن البعادات سوف تكون الفوضى شكرا أستاذ فاتح خننو أصل لعلم سياسية مدرسة العليا علم سياسية كنت معنا شكرا أشكرك كما أشكر الأستاذ سمعيل معرف خبير في شؤون الاستراتيجية شكرا لكم شكرا مشاهدين بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة لقاؤنا الأسبوع القادم بحول الله مع خلف مشهد جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة